كابتن طاري بقى قولنا النهاردة ايه اللي عجبك في الموتش لا هو كل حاجة عجبتني بس اهم حاجتين ايوه اهم حاجتين الحقيقة دول اللي فارقوا معنا بشكل كبير جدا الروح اللي كانت موجودة والتركيز بشكل غير طبيعي غير المبارات اللي فاتت كلها سواء في كاس العرب بقى في دور المجموعات في كاس الأمم والحاجة التانية انه هو عمل الصح زي ما عارجيلي بيقول ايوه انا حطيت كل واحد في مكانه واحنا هنا خلي بالك احنا مش بننتقد الرجل او بنقول حاجة وحشة عليه لا سمح الله انا قلتلك قبل كده معاك في الحلقة هنا قلتلك ده سفيه قوي جدا مش طرح يحلق يقيم كروش صح يعني كروش مدرب كبير ولكن هو بيعمل حاجات غريبة او كان بيعمل حاجات غريبة النهاردة حاطت كل واحد في مكانه مزبور حتى لما لما خسر لعيب مهم جدا في نص المنعب عمل يفتح عمل كان فيه تغيرين كان فيه زيزو وخلي بالك هو كان هيدفع بزيزو قبل اصابة حمد فاتح صح وبعدين لا شفنا مهند لاشين جاي حينزل وكان واضح ان اتقاله هينزل فيه حاجة اتقالت لمستر كروش فعدل فنزل زيزو صح وكي كل الكلام ده احنا قرينه يعني الحاجات دي بتحصل معنا في الملاحة كتير جدا هو جازل معاون اتناقش فقاله لا خلي زيزو عشان يفيدنا فدي اهم حاجتين يا كريم حصل النارد الروح قتلية كتعلية جدا دي ما كانش موجودة خالص حتى لو احنا انت مثلا خسران مع ناجيريا ما حاولتش ان انت ترجع صح ليه الادوات اللي موجودة وتوظيف الادوات كان سيئ فبالتالي المرضود كان سيئ صح واحنا هنا انا جيت بعد مباراة اعتقد كنت معاك في كلاس العرب كنت معاك في كلاس الامم صح الحقيقة كان فيه بنشوف حاجات غريبة حاجات مش في الكتاب احنا تعلمنا حاجات فيه ثوابت الثوابت دي ما كانش موجودة النهاردة كان فيه ثوابت انا بلعب بالتلاتة انا بطيق 4 تلاتة تلاتة لا تصلح لمنتقة مصر الا في حالتين حالة واحدة اللي هي لو هتلعب بالتلاتة تفندر شغلتهم ستة و تمانية النهاردة تقدر تقولي بين ستة و بين تمانية هم التلاتة ستات برفع ليه ليه بقا الولاد تفوقوا عن نفسهم كمان يعني ما تعرفش انه تمانية ولا ستة ما تعرفش الثلية تمانية ولا ستة عمدي فتحي التلاتة كانوا بيقدوا بشكلك محترم جدا و شكل فيه نوع من انواع التركيز الشريك والروح اللي عالي قوي صح ماشي لما تيجي انت بقا متلعبش بتلاتة تفندر يبقى ما تجيبش ترزية نص ملع ده اللي احنا كنا معطردين عليه احنا مش معطردين على شخصية الراجل انا معطرد على طريقته في ادارة بعض المباريات اللي كانت من الممكن تبقى افضل فيه زل لو هو عمل البازل وحطه في مكانه صحيح وبدأ الشغل زي النهاردة كده وبالتالي الفرقة كانت النهاردة مميزة برغم الاستحواس كان نكون ديفار على فكرة في الشوت الاول فكان 56 تقريبا وحنا حاجة قريبة حاجة كده كان فيه نوع من التركيز كان فيه زي ان قلتلك الولاد بيقدوا بشكل جيد جدا جدا الراجل كان صاحي جدا النهاردة تغيلاته كانت في محلها في نفس الوقت برضو بتتكلم على ان احنا كنا دايما بنقول يا كريم انه مش قدرات منتخب مصر دي ابدا ولا لعيبة منتخب مصر ابدا ده ده مش تشكيك في اللعيبة ومش تقليل من اللعيبة لكن أنا لما لعب صلاح وينجراي سنتر فيرو ومصطفى محمد وينجرايت وبعدها حط أبدأ بتهزجين مع نيجيريا صحبهوي رجل جاي من 9 شهور خسرت أربع خمس لعيبة في الملعب في داعي من قبل ما يلمشوا الكورة وخلي بالك ده بيأثر على السلية بيأثر عن نيني هي المنظومة كلها بتتضمر براف عليك مصطفى محمد حيأثر على صلاح صلاح حيأثر على مرموش فأنت بالتالي عاوج الدنيا فالدنيا مش هتبقى زي ما احنا عايزين احنا كنا بنطالب بهذا الكلاب هو عمل الكلام ده النهاردة مع فرقة أنا أعتقد أنها أقوى من سبق من نيجيريا لا يعني هي نيجيريا قوية لكن مش أقوى من غينيا سوريا أقوى من غينيا اللي احنا لعبناها مثلا لو بصيرها تشكيلة الفرقة وأداءهم كمان في الدول هم أقوى من نيجيريا بالتالي فإحنا طبعا الرجل النهاردة عمل الصح والنعيبة قدت بشكل بروح عالية جدا جدا وكان فيه تركيز شريط جدا جدا يعني أومر شوف صلاح يعمل سبرينت يا كريم في كورة من قوة الراف عليك بيرجع من رجعنا حتليمين دي من رجعنا حتليمين سبرينت ومصر ياخد الكورة غاية لما غلطه فاهمني لا كان فيه روح عمر كمان ما شاء الله إنني حاجة محترمة إنني زي ما انت قلت في الانترو أنا شوفتك الانترو قبل ما تيجي قبل ما يجي قالك انت قلت اللي هو 15 كيلو هو فعلا قارب الـ 13-15 كيلو النهاردة كمية جاري غير طبيعية كان فيه نوع من الباص المؤثر بجانب دي أنا كنت قلقا من فكرة إنه دايما لما كنا بنهاجم كنت بقى تراعب في الهجمات بتاع الكورة ديفور عندهم سرعات عظيمة جدا لو ما عملناش ارتداد سريع كان هيبقى عندنا مشاكل جدا بس قبل ما تروح لعب جليل فيه نقطة مهمة جدا هو خسر خسر لعيب مميز جدا فرانك كيسي طبعا 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 ده لعيب أنا شفته في أول نص ساعة أو تستوى 28 دقيقة يا كريم كان دايس نص ملع كل صح وكان ده سبب تفوق كوديفور في الشوت الأول لغاية لما خرج ده خسروه بشكل كبير جدا زي ما عنا خسرنا الحمد في فترة طبعا نازل سريعين كمان 37 سنة في الزب رفع عليك سنة كبير جدا ما قداش الأداء اللي هو كم كيسي بيقديه صح طيب